موسيقى في المرمى مساء الرياضة على قناة العربية طابة توقاتكم أسية تنتظروا قرعة كأس النخبة الجديدة اليوم بنظامها الجديد ومن هم ظهرة روما المنافسين لسعود عبد الحميد وهل يكون النهائي آخر مباريات الظهير الدولي في الهلال؟ لماذا خرجت السعودية بلمي الداليات في باريس؟ وأين ذهبت كل البرامج الأولمبية السابقة؟ قبل التهمك أسي السوبر ماذا يكون الهلاليون والنصرويون في معسكرتهم؟ السلام عليكم يشهد الجمعة سحب قرعة دور مجموعات بطولتين دور أبطال آسيا للنخبة ودور أبطال آسيا إثنين بمقر الاتحاد الآسيوي في ماليزيا سيتم توزيع 24 فريقا بالتساوي بين الغرب والشرق في بطولة النخبة بواقع 12 فريقا في كل مجموعة من السعودية يشارك الهلال والنصر والأهل في النخبة الآسيوية الذين جاءوا في المراكز الثلاثة الأولى في دور روشان للمحترفين السعوديين بينما سيذهب التعاون لحمل لواء الكرة السعودية وحيدا في دور أبطال آسيا إثنين بصفته صاحب المركز الرابع في الدوري بداية التغيير في البطولة القرية كانت بإضافة كلمة النخبة للمسمى القديم أما التغيير الثاني فكان بتقليص عدد الأندية من 32 فريقا إلى 24 فريقا عهد المجموعات الثماني في هذه المسابقة انتهى وبدلا منه سيتم اعتماد نظام الدور لمجموعتين شرقية وغربية كل مجموعة تضم 12 ناديا قبل القرعة جرى تحديد مستويين اثنين للأندياء في كل مجموعة القرعة ستضمن أن يواجه كل فريق في البطولة أربعة فرق من المستوى الأول وأربعة فرق من المستوى الثاني من المجموعة ذاتها حيث سيخوض كل نادي ثماني مباريات مع ثمانية منافسين مختلفين بواقع أربع مباريات على أرضه ومثلها خارج الديار بعد الانتهاء من دور المجموعات تتأهل ثمان أنديات من كل مجموعة بحسب الترتيب النقاطي ليضم ثمن النهائي 16 ناديا يلعبون شرقا وغربا بشكل منفصل بنظام الذهاب والإياب المعتاد واعتبارا من ربع نهائي فصاعدا ترتحل الأندية إلى السعودية لخوض المنافسات بالنظام التجمع بين الخامس والعشرين من أبريل إلى الرابع من مايو من العام المقبل عصم عامر العربية إلى الرياضة ذهبوا ويلتحقوا بنا عاد البطي وعاد البطي عضو فريق في المرمى وهو شارك كثير في إجراء قرعات لبطولات مختلفة عاد الحياة كلا يعني هذه قرعة غريبة طبعا هو محاكاة لدوي أبطال أوروبا الذي سينطلق هذا الموسم نفس النظام بالضبط مع فارق العدد في البطولتين أنت تشوف النظام يحمس مثير ولا تشوف أنه حظ يعني أنهم كنا نلعب أربع مرات سهلة خارجة رضي واللعب القويات كلهم على الأرض ممكن أولا أحييك خيب التار وأحيي مشاهدي العربية أحلى وسهلة أنا دائما أشوف أي عمل الإيجابيات أكثر أو السلبيات أنا أشوف هنا السلبيات طاغية بشكل كبير على ذلك عاطني المثال الملاحظات مثال أولا أنت لقلت القرعة قبل شوية لو شفت أن السعودية وقطر وكوريا واليابان والصين هذولا كل يعني عندهم ثلاث فرق في المجموعة بمعنى أن القرعة اللي بتصير بس عشان يشوفون وين يلعبون هي قرعة من تسعة فرق يعني أنت فهمت قصتي اللي هو ثمانية يعني اثنى عشر فريق أنت بتطلع ثلاث فرق صار القرعة على واحد يبيلعب مباراة يعني بيعرف بس وين يبيلعب هذه نقطة النقطة الأولى السلبية النقطة الثانية بالتال كنت أتمنى التطرق لنفس النظام أكيد في النظام موجودة لكن في التقرير الأخير هذا موضوع اللي هو الأول مع الثامن يبيلعب بعد ما تطلع يبيلس الأول مع الثامن والثاني مع السابع وهذه من نقطة في رأيي جوهرية أهم نقطة أهم نقطة بالنسبة لي الحين الهدف إيش واضح أن الهدف تسويق وزيادة مداخيل أوكي السلبية فيها أن الفرق اللي تحت ما رح تتطور خلاص أول الهدف بالتال أنا أعطيك مثال فيها في السابق اللي قلت أنت قبل شوي ثنين وثلاثين فريق تعرف كم يلعبون من المباراة ولا فيه خروج مغلوب وعادة خروج المغلوب في مادة الإدارة والتنظيم يا حبايبنا في الاتحاد لاساوية وحتى في الاتحاد السعودي خروج المغلوب ليس بالضرورة أن يوضح الأفضل سابقا كانوا يلعبون أربعة عشر مباراة اللي هم مين البطل والوصيف يلعبون أربعة عشر مباراة ولا فيه ولا مباراة خروج مغلوب اليوم بالتالي تصور أهم مرحلة اللي هي ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي خروج مغلوب بينما كل الأدوار السابقة ما فيها خروج مغلوب يعني ما فيه شيء اسمه هو نظام غريب صراحة أو تطوير هذه الحقيقة صراحة غريبة نظام غريب صراحة طيب خلينا نأخذها وحدة وحدة هل النظام يحقق الحفاظ على تساوي الفرص بالتأكيد لا ليش وأرجع أقول لك للكتب ليش أحب دائما لما يقول لك الدول عادل ليش ليش ما يحقق تساوي الفرص لا لا ما يحقق لأنك أنت ممكن شب بطل أنت ممكن أننا فيه فئة الأولى والفئة الثانية أيضا أنت يمكن تطيح مع فرق اللي خارج أرضك يعني خلنا نقوله معادلة صغيرة هو كله مجموعة واحدة عادة عادة بس خلنا عشان نركز الناس هم مجموعتين مجموعة في الغرب ومجموعة في الشرق صحيح طيب اللي في الغرب يا جماعة بيكونون ثمان فرق بس أنت بتلعب أربع مباريات على أرضك وبتلعب أربع مباريات خارج أرضك اللي بتلعبهم خارج أرضك غير الفرق بتلعبهم على أرضك صحيح يعني هذا هو الفئاتين مختلفات أي أي بس في الناس يعني حسبني بلعب مثلا مثلا سبيل المثال الهلال وفريق القطري بيلعبون ذهب وياه بدوحة والرياض لا ممكن ممكن الهلال يلعب في الدوحة مع الفريق القطري والرد حقيتها مع فريق مثلا إيراني ولن يلعب مع الفريق القطري في الرياض أبدا أو مع الغرافة مثلا الغرافة المستوى الأقل أنا أتفق معك بالتالة تريد وش النقطة أنا ألعب مثلا الفئة الأولى مثلا السد السد مع المستوى أو العين خلنا نقول مع المستوى الأول أنا ممكن ألعب مع العين في العين في الإمارات أمام جمهوره ولعب مع الوصل الإماراتي في الرياض كمثال أن الوصل في المستوى الأقل هو دائما في كرة القدم التنظيم العادل تكافؤ الفرص اليوم فيها ما فيها تكاؤل يعني بتال بس أقول نقطة يبدو أن فيه موضة طلعت عندنا اللي هي الإبتكار يا جماعة الخير حتى عندنا يا ناس فيه فرق بين الاختراع والإبتكار لا هو يعني هذا النظام هو محاكالي دوري أبطال أوروبا يعني الفكرة أنت تعرف بدت من الأمم الأوروبية المنتخبات ثم الآن راح تلدوري أبطال أوروبا والآن دوري أبطال آسيا بس أنت تجلس مع نفسك كرياضي ومحب الكرة القدم تقول طيب يا جماعة أكيد الجماعة الذين عندهم شيء إيجابي يساووا كذا ليش ساووا كذا تحاول تدور أنت ليش أنا ألعب الأرضي مع فريق ضعيف ثم أنا ألعب خارج أرضي ما فيه تساوي فرص ما فيه تكافؤ غير موجود فأنت حاول تفكر فتجد أن البزنس لما يدخل في كرة القدم يفسدها إذا سيطر عليها طغى عليها وهذا اللي يصير حتى هذا اللي يصير في كاس العالم لما تكون كاس العالم نصف دول العالم تلعب في المونديال أو خلالنا نقول خمسة و أربعة و ثلاثين مثلا من العالم يلعبون في المونديال خلاص ما بقى حتى كل يلعبون كرة يلعبون هل نحن أمام إدارات الآن تدير كرة القدم من أجل البزنس نعم و أقولها بكل صراحة الكل يفاخر في كل الاتحادات في عدد الرعاة في المداخل أنت شفت الجانب الإغراء بالنسبة للأنديا اللي مشاركي أسيا يقول لك زيادة الموارد المالية بالنسبة للبطولة والبطل بيأخذ مبلغ وقدره يعني كل الكلام تقريبا نواحي مادية ما فيه نواحي فنية بالتالي أنت يوم قلت قبل شوية عن بعض المنتخبات الأوروبية ترى ما كانت اليوم لما نشوف التطور اللي صار في أوروبا يعني كان في مراحل ليس بجأة فجأة كذا صحيح حيننا اليوم فيه دول بطل خلص سوينا عليها إكس كمبوديا وفيه دول اللي هي في العالم منتخبات 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 المنتخبات أتكلم هذه خلص كأن حتى لو تشوف في طريقة المنتخبات يلعبون مباراتين في السنة والسلام عليكم يعني هذه الأمور ما تساعد الفرق الأقل يعني لا تبحث عن الحساب الجانب الفني اللي دائم هذا الدور التمهيدي خلصناه العجيب الغريب تلعب خروج مغلوب فجأة ترجع تجمع لا ذهبوا أياب بالتال لحظة ايه ذهبوا أياب بعدين تجمع تروح أول شيء ذهبوا ايه بعدين تجمع بعدين تجمع ربع نهائي ونصف نهائي طيب تجمع خروج مغلوب بالتال هذا اللي يعني طيب تجمع خروج مغلوب أيضا خلينا نقول لك مثلا مثال آخر البطولة السعودية لو افترضنا أن الأهلي والنصر والهلال تهلوا أوكي طيب ما في تكافى فرص يلعبون على أرضهم وجماهيرهم سنتين متتالية مع الأسئل والآخرين ما في تكافى فرص أيضا صحيح صحيح ما فيه هذا أمر مفروغ منه وعملوا فيه بصراحة ديك اليوم يوم كورونا وأصبح دخل نقول كورونا ظرف طارع أنا عارف أنا أقول لك بنوا عليها واستسهلوها صار التنظيم سهل يكلفون السعودية أو قطر أو الإمارات الدول القادرة وانتهى بالنسبة لهم هذا ما يساعد تطور تطور الكرة السعودية تطور الكرة الآسيوية من ناحية فنية بالتالي أنت جبت نقطة والله ما كنت مفكر فيها أنا فعلا لو يلعب مثلا الهلال ضد الأهلي مثلا طبعا يمكن يقول لك مثلا أنه الجماهيرية كيف توزيع الجمهور لكن يبقى الرياض جمهور الهلال أكبر من جمهور الهلال نعم أنا أقصد فيها نواع أنا ترى أبتال أنا ضد في المساب أحاول قدر الإمكان أنه خروج المغلوب ما يكون ولا يوضح الفريق الأفضل هذا ليس بكلام عادل هذا كلام النظريات في كرة القدم في الإدارة والتنظيم لا توضح الفريق الأفضل وانت فرضتها يعني البدايات خروج مغلوب عفوا ذهب وإياب وفي الأخير الأهم الزبدة خليتها خروج مغلوب طيب نتمنى نكون غلطانين والتحاد لا سوي سوي الصح والبطولة تضلع بشكل هالحلو نتمنى ونحن نكون غلطانين وما عندنا مشكلة نكون غلطاني بس لا يكون التحد لا سوي غلطان اللي هو بصراحة من سنوات الأخيرة قدم بطولات رائعة ما لدخله في المستوى الفني لكن تنظيميا قدم بطولات رائعة على مستوى المنتخبات والفرق إن شاء الله تكون النسخة الجاية خاصة المنتخبات لا خاصة المنتخبات نعم ما بقى عندي وقت عادل خلاص شكرا جزيلا عادل بطي القرعة زي ما قلت ستكون اليوم الجمعة قرعة النخب الأسبية وقرعة آسيا 2 اللي فيها التعاون السعودي نذهب إلى الموضوع الساخن في كرة القدم الإيطالية والسعودية حيث استمرت منصات الإعلام الأوروبية لليوم الثاني على التوالي في التأكيد على أن الدولية السعودي سعود عبد الحميد لاعب فريق الهلال في طريقه إلى روما الإيطالي وأن المفاوضات اقتربت من النهاية ووفق المصادر الأوروبية ذاتها وبالذات الإيطالية سيذهب عبد الحميد إلى روما بعد نهاية مباراة فريقه أمام النصر في نهاية كأس السوبر السعودي السبت في عقد يمتد حتى العام 2028 أمام ذلك وفق مصادر العربية الخاصة تلقى الهلال فعليا منذ نهاية كأس العالم 22 أكثر من ست خطابات تطلب الدخول في مرفوضات لطلب خدمات الظاهير الدولي بعضها هذه الخطابات رد عليه الهلاليون بالرفض والبعض الآخر تم تجاهله بلا رد فيما لم يرد الهلال على عرض روما الرسمي حتى الآن لكن اللاعب يضغط بقوة لمغادرة النادي وتتوقع المصادر ذاتها أنه في طريقه خارج أسوار نادي الهلال جماهير روما احتفلت ثلاث مرات بلقب الدوري آخرها كان في 2001 مع البرازيلي كافو 163 مباراة دافع فيها عن ألوان نادي العاصمة بين عامي 97 و2003 ستة مواسم للظاهير البرازيلي مع نادي العاصمة الإيطالية جعلته بمثابة الأسطورة التي يتم مقارنتها مع كل من يشغل خانة الظاهر الأيمن في قائمة الذئاب في الموسم الماضي لجأ المدارب ديروسي لثلاثة لاعبين في الظاهر الأيمن في خطته المفضلة وهي 343 التركي شيليك والهولندي كارستروب بالإضافة للدنماركي راسموس الدنماركي بتسع وعشرين مباراة أكثر من لعب دقائق الموسم مقارنة بزميلي الذين لم يتجاوز ثماني عشرة مباراة راسموس جاء معارم من ليتز الإنجليزي وعاد إليه في الصيف خلال تسع وعشرين مباراة لعب في ست منها فقط بالظاهير الأيمن الهولندي كارستروب الذي أبلغته إدارة روما أنه ليستمر خاض ثماني عشرة مباراة مع روما الموسم الماضي لعب في مركز الظهر الأيمن في سبع مباريات دولياً لعب ثلاث مباريات مع بلاده لكن لم يتم استدعاه لهولندا منذ الفين وسبعة عشر التركي شيليك في سبع عشرة مباراة بألوان روما الموسم الماضي لعب ستاً منها كظهر الأيمن خاض بألوان تركيا أربعين مباراة رسمية آخرها كانت في كاس أوروبا بألمانيا في ربع النهاي السعودي سعود عبد الحميد المرتقب انضمامه لنادي الدهاب ومنافسة تركي في مركز الظهر الأيمن خاض بألوان الهلال في دوري روشن اثنتين وثلاثين أمبارا واثنتين وعشرين رسمية مع الأخضر خذوا لهم المنافسين اللي بنفسهم سعود على الظهير الأيمن واحد منهم راح يغادر نادي روما بالأرقام سعود كان مواسمه الأخيرة مع الهلال وآخر موسمين أفضل بالأرقام والأرقام دائما تتحدث بلا أسمع اذهبوا إلى إيطاليا حيث كثيرون إنتظرون قدوم سعود عبد الحميد إلى روما الكبيرة جين لوكا ماريزو كان واحدا الزمين الصحفي الشهير كان واحدا من الذين حسموا الأمر وقالوا بأن سعود سيغادر إلى روما يلتحق بنا الآن من إيطاليا جين لوكا أهلا بك معنا سعيد باستضافتك مجددا حسمت الأمر أنت يبدو اليوم قلت بأن سعود مسألة وقت أيام قليلة سيلعب نهاء السوبر مع الهلال ثم سيغادر إلى روما هل هناك مسجدات أخرى؟ أستطيع أن أؤكد أن سعود عبد الحميد سوف ينضم إلى نادي روما وأعتقد أن وكيله أحمد عثمان أكد أنه سوف ينضم إلى روما غدا كان يفترض أن يصل اليوم هو سيصله غدا بتأكيد ثم بعد ذلك سيقوم الطرفان بوضع اللمسات الأخيرة على هذه الصفقة مقابل 2.5 مليون يورو ونحن متحمسون جدا في إيطاليا لرؤية أول لاعب سعودي يلعب في الدوري الإيطالي وأستطيع أن أقول أن هذه الصفقة تعكس العلاقة الجيدة بين منشيني وديروسي لأن منشيني وديروسي عمل معا في المنتخبين الوطني ويعرف أن هذا النظام ومنشيني تحدث إلى ديروسي بشأن سعود عبد الحميد وهذه الصفقة بدأت منذ فترة طويلة من الزمن أعتقد في شهر فبرايل إذا لم يكن مخطئا فمنشيني والاتحاد الكورة قرروا كلهم بأن كان يجب اتحاد الكورة نعم أن اللاعبين سعوديين ينبغي أن ينتقلوا إلى أوروبا وتحدث منشيني الذي روسي والذي تواصل مع اللاعب وهو سعيد أن يضم هذا اللاعب آمل أن يلعب أكثر من غيره من المنافسين الذين تحدثتم عنهم سنرى كيف سيكون داؤه في الدوري الإيطالي يعني جالوك أنت تتحدث كان الأمر حسن في الرياضة الهلاليين يقولون لا لن يذهب سعود عبد الحميد حتى لن يقولون ذلك إلى درجة أنهم يقولون يعني خلينا نقول لك عشان بعد نكون واضحين موضوعيين أكثر دقيقين نادي الهلال لم يتحدث بشكل رسمي لكن مصادر قريبة من الهلال تقول لم نتلقى عقد بينها مصادر العربية اليوم نؤكد بين الهلال تلقى العرض منذ أكثر من أسبوعين وتلقى الاتصالات منذ أكثر من شهر لكن الهلال حتى الآن لم يتحدث بشكل رسمي لكن مصادر حول الهلال تقول لا لا تلقينا شيء يبدو النادي يسرب بأنه لما يتلقى أي شيء حتى لا. أن تحسم الأمور. يعني هناك تناقض فاضح. تعلم أن هناك بعض الصفقات التي يمكن أن يقال بأنها نهائية أو رسمية. وهذا قد لا ينطبق على صفقات أخرى ما لم يتم التوقيع على العقل. وهذا ربما ما ينطبق على سعود عبد الحميد. وهذا هو عملي. طبعا وكلاء اللاعبين يتحدثون عن الاستكمال هذه الصفقة وانتقال سعود عبد الحميد. ما تبقى إلا التوقيع. ولكن هذه الصفقة يريدها أو تريدها الحكومة أو يريدها صندوق الاستثمارات العامة. هم يريدون أن ينتقل لاعب سعود إلى إيطاليا وإلى أوروبا للعب. لأن هذا أمر مهم بالنسبة لكرة القدم السعودية. وقد قرروا بأن سعود عبد الحميد هو اللاعب المناسب لينتقل إلى الدوري الإيطالي. وهذا سيتم انتهاء منه خلال أيام. بالنسبة لك الموضوع محسوم. مرة أخرى وكرر. الموضوع محسوم بالنسبة لك. وأنت القريب من روما. أنا طبعا أقرب من كيفة الأندية الإيطالي وهذا عملي. وأعمل أيضا وأركز على سوق الانتقالات قبل توقيع العقد أي أمر قد يحدث. ولكن أستطيع أن أقول أن الصفقة تمضي في الاتجاه صحيح. والوكيل اللاعب سيأتي إلى إيطاليا لبرام هذه الصفقة. وهناك وعلى وكالآخرون لهم دور مثل الرمضاني والذي ينشر في إيطاليا وكذلك في السعودية. وبالتالي هناك الكثير من وكالآ لعبين يهتمون بهذه الصفقة وهي ليست بالصفقة. لكن هذه معلومات تنقلها لك. جميل جميل. جلوك كيف ترى مع الأظهر الموجودين في روما كيف ترى فرص صعود عدد بن حميد في المشاركة أساسيا. ندري أولا يجب أن يأتي أولا ثم يتدرب ويعمل مع ديروسي وكذلك يتعلم طريقة اللعب الإيطالية. وهذه ليست بالطريقة السهلة بالنسبة للاعب كرة قدم يأتي من الخارج. وهذا ينطبق على اللاعبين من أمريكا الجنوبية وحتى اللاعبين الأوروبيين. طبعا هذا العمز لن يكون بسهل. بالنسبة لأول لاعب كرة قدم سعودي في الدوري الإيطالي. قد يوجد صعوبات في فهم طبعا ما يريده ديروسي من البداية. ولكن وجود منشيني كمدرب للمنتخب السعودي. هذا سيساعد سعود عبد الحميد لفهم التكتيب الإيطالي. وأعتقد سيحتاج لبعض الوقت ليتأقلم. وبالتالي لا يجب أن نضغط عليها ليكون أساسيا منذ البداية. وربما سيفهم كرة القدم الإيطالية ثم ديروسي سوف يعطيه فرصة اللاعب. جلوك دي مازيو شكرا جزيلا لك زمين الصحفي من إيطاليا. قال كل شيء في هذه الصفقة وبلا اسمع. حتى الوكلاء داخلين في الصفقة من غير وكيل سعود. شكرا جزيلا لك. الآن المهم على مين النادي الهلال. كن شفافا أكثر مع جماهيرك التي حتى لن تدافع بقوة أو الغالبية العظمى منها وتهاجم الناس بأسمائه. لذلك الشفافية مطلوبة في هذا الموضوع. من يخرج حد مسؤول يقول ما فيه ما حد كلمنا يا جماعة ما حد كلمنا. أو يقول إحنا وافقنا وانتهى الموضوع وهذا العرض وإلى آخره. وليس تتنهاية العالم أنه سعود ينتقل من الهلال أو يبقى في الهلالة. وهذه صفقات كرة قدم دائما مستمرة. إذا كانت خيرا لكرة السعودية والسعود إن شاء الله تهتم. شكرا جزيلا لزميننا جان لوكا ديمازيو وأنتقلوا بكم إلى فاصل أول ونسأل فيه. السعودية بكل ثقلها الرياضي تخرج بلا مداليات في الأولمبياد. لماذا؟ ونسأل أيضا كيف صنعت دولا صغيرة أبطالا أولمبيين. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حياكم الله كان غريبا وعجيبا أن تخرج السعودية بكل ثقلها الرياضي بدون مداليات في أولمبياد باريس ولكن هذا التراجع في الألعاب الأولمبياد السعودية لم يكن وليد هذه الأولمبياد بل كان منذ أكثر من أربع دورات حتى الحضور السعودي كان في المشاركة وليس فقط في المنافسة خجولا لا يليق باسم اللجنة الأولمبية السعودية التي كان لها حضور في سابق الأيام على الأقل جيد وفق تلك الفترات وظروفها الكاملة ماليا وحتى على مستوى المواحد حاولنا الاتصال بالكثير من رجال اللجنة الأولمبية السعودية حاليا لكنهم اعتذروا كان في مقدمتهم أخونا عبدالعزيز باعش أمين العام لللجنة الأولمبية السعودية حاليا الذي اكتفى بتغريدة طويلة على حسابه في أكس اعتذر فيها وقدم وعودا جديدة للرياضيين أو للمتابعين السعوديين لكنه اعتذر عن الحوار وقال لدينا مشروع قادم سنعلنه في سبتمبر المقبل بعد المشروع بطلة معكم أتكلم عن المشروع كنا نحاول الشرح بأنه نريد أن تحدث عن أولمبية باريس لا هو يريد أن تحدث وهذا شيء يقرره بنفسه لذلك اليوم نذهب إلى محمد المسحل الأمين العام السابق لللجنة الأولمبية السعودية الذي كان حاضرا وكان واحدا من الذين صمموا برنامج سابق في اللجنة الأولمبية السعودية هذا البرنامج اختفى كان هناك برنامج السقر أيضا السعودي في وقت الأمير نواف بن فيصل أيضا اختفى لم يكمل كان هناك برنامج في أيضا في عهد الأمير عبدالله بن مساعد وتم إعلانه أيضا اختفى فما في استمرارية للبرامج السعودية الأولمبية محمد مساء الخير أهلا بك معنا مساء النور هنا بالتالي مرحب ومسهلا شكرا أخذ منك تعليق لماذا السعودية تخرج بدون ميداليات رغم كل هذا الثقل الرياضي الكبير الذي مسمع في العالم للرياضة السعودية بداية بالتالي الله يعطيهم العافية جميع المسؤولين الذين عملوا في المرحلة الحالية والسابقة الجميع اجتهد ولكن الوصول إلى منصات التتويج ومحاولة الانتصار على لاعبين من دول بدأوا هذول اللاعبين من الست وسبع وثمانية سنوات وعملوا خمسة إلى عشرين سنة عشان يوصلون لهذا المستوى ليس من السهل أنك تنتصر عليهم يعني الانتصار عليهم شبه مستحيل قد يوفق لاعب أو لاعبين في دورة أو كل دورتين أو كل فهدورات يعني يحرز ميدالية ولكن العمل على منهجية وعلى استراتيجية معلنة وواضحة ولها مراحل هو العمل الصحيح أما إذا ننتظر الفرص التي تجينا شبه مصادفة في بعض الألعاب فأعتقد سنعاني كثير الحقيقة طيب أنت أمين عام للجنس الأولمبية السعودية سويت سويت فترة حفوان صوتك ما أقول لك أنت أمين عام للجنس الأولمبية السعودية سابقا سويت في فترتك شرح لنا شوي أنت من ضمن قائمة الفاشلين في تاريخ الأولمبية السعودية يعني اسمح لي على الكلمة نعم أنا أنا ما سمعتها زين لا أنا قلت أعيدها لك عشان تسمعها عشان تسمعها كويس أو أنت نظر قائمة الفاشلين في الأولمبيات نعم طيب زيك الله خير عموما العمل في اللجنة الأولمبية أو في الاتحادات الرياضية يا بتال هو عمل تراكمي زين يعني إذا جيت أنت بتشتغل سنة أو سنتين أو ثلاث أنت قاعد تكمل عمل أو تعدل في عمل سابق إذا تبغى تبدأ مشوار هذا المشوار يتطلب عشر إلى خمسطعش إلى عشرين سنة لا يحكم عليك أنت في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة أنت تنتظر حتى تأتي النتائج هذا رقم واحد رقم اثنين الاستراتيجية لها أركان رئيسية لها أركان لها علاقة في البداية المبكرة لها علاقة في الأسرة لها علاقة في المدرسة لها علاقة في الرياضة المدرسية الرياضة الجامعية هذه الأمور كلها يجب أن تتظافر الحقيقة أنا في رأيي أن المؤسسة الرياضية هي المحطة الأخيرة التي تستقبل هذا الإنسان هذا الرياضي طيب عليها مسؤوليات بكل تأكيد أهم مسؤولياتها هي وضع الاستراتيجية إعلان الاستراتيجية إعلان تفاصيلها إعلان المراحل التي يمر فيها البطل سواء كان في سن العاشرة أو سن الثنعش أو الخمسطعش هذه أنا في رأيي من مهام اللجنة الأولمبية التي تتابع فيها الاتحادات الرياضية أيضا الاتحادات الرياضية كل رئيس الاتحاد الرياضي معلن بأنه سيشارك في دورة معينة المفروض يضع خطته من الآن ليس خطة الأولمبياد القادم بعد أربع سنات في الأوسنجلس ولا حتى اللي بعده في بريزبن في 2032 بعد ثانية سنوات بل حتى اللي بعده اللي ممكن اللي ممكن يصير في أعتقد في الدوحة أو في اسطنبول أو في أحمد أبا خلينا نقول أنت في عهدك في عهدك أنت زرت لجانة الأولمبية كثير حاولت أنكم تأخذون أو تستفيدون من تجاربهم كمين عام للجنة الأولمبية حاولت أنكم تكونون أو تخلقون استراتيجية طب أنا بأثيرك في فترتك ليش وقفتوا الاستراتيجية اللي قبلكم وبديت في استراتيجية واللي قبلكم ليش وقف اللي قبل ليش ما في استمرارية ليش الاستمرارية مرتبطة بالأشخاص للعمل ليش كل واحد يجي يقول أنا اللي يفهم هذولك ما يفهمون نعم لا هو مو كده هذه هي كده ما قلت هي كده يعني لا غير صحيح طب خلاص خلني أقول لك هذا فهمي أنا أول شي طيب خليني بس أفهمك فهمي الخاصة أنا أيضا طيب تفضل الآن أنا مو من حقي أني أحكم على الإدارة الحالية في الاتحادات أو في اللجنة الأولمبية حتى أسمع مشروعهم هذا رقم واحد رقم مثلين لما مسكنا ترى ما قعدت في اللجنة الأولمبية اللي يمكن عشرين شهر أكو أكو شهر كان عندنا كان عندنا كان عندنا فترة أن نراجع فيها وش الأخطاء اللي صارت في الماضي وكان عندنا فترة أن نضع استراتيجية في نهاية هذا العشرين شهر أنا استقلت جاءت إدارة بعدي ولذلك موضوع وضع حصانة وحماية للإستراتيجية بعد أن توضع أصلا الإستراتيجية الصحيحة ويوضع عليها الأشخاص المناسبين المتمرسين ومتخصصين في مجالاتهم الفنية والإدارية وتعلن هذه الإستراتيجية وتوضع على المنصة وتوضع على الويب سايت الخاص في اللجأة أولمبية والإتحدات الرياضية ويتم متابعتها مرحليا وقتها الجميع يعني بيكون مشارك في الاستراتيجية سواء المؤسسة الرياضية أو حتى المؤسسات ذات العلاقة وعلى فكرة المؤسسة الرياضية وليس دفاعا عنهم ليست هي المؤسسة الوحيدة المعنية في صناعة الرياضة عندنا عندنا مؤسسات عندنا وزارة الصحة عندنا وزارة التعليم عندنا حتى الاستفادة من القطاعات العسكرية المتمرسة الرياضيا في منافساتهم الخاصة في روسيا الصين كوريا الجنوبية إيطاليا كلها هذه يمكن أربعين بالمئة من أبطالهم كلهم من المؤسسات العسكرية فأنا أقصد في طيف متكامل يجب أن يتوضع مظلة تحتها جميع هذه الأطراف بما فيهم المؤسسة الرياضية لوضع الاستراتيجية الصحيحة صدقني بدون هذه الاستراتيجية وبدون حمايتها وحصانتها ومتابعتها أشوفك بعد أربع سنوات بنفس السيناريو طيب هل أسمع كلام كثير عن العاملين في اللجانة اللولمبية أنهم غير مواهلين أنت عندك تجربة شو رايك؟ منهم عفوا العاملين في اللجانة اللولمبية أنهم غير مواهلين أسمع كلام أنا أسمع تعليقك خلينا أجيب هل العاملين في اللجانة اللولمبية محترفين لبناء استراتيجيات والعمل عليها؟ هذا السؤال أنا شخصيا أعمل معهم ومش من حقي أقيمهم لهم رؤساء يقيمونهم لا أتكلم عن الحاليين أنا لا أتكلم عن الحاليين لا أتكلم عن الحاليين أتكلم عن تجربتك أيامك تجربتي وجدنا من المؤهلين الكثير ولا يزال بعضهم موجود في كواليس الاتحادات الرياضية واللجانة اللولمبية وجدنا غير مناسب وكنا في إعادة إعادة هيكلك شاملة لللجانة الأولمبية أنا أعيد وأكرر أنا أشوف أنه يجب أن توضع استراتيجية ذات حصانة وحماية نعم يعني مش من المنطب كلما جاء فريق يعني على رؤيتهم مسح سبورة عاد من جديد يعني هذه أهم الأمور وهذه الاستراتيجية يجب أن تكون معلنة ومتفق عليها من المتخصصين وتحت نظر الجمعية العمومية لللجانة الأولمبية بل وحتى مظلة أكبر من ذلك جميل طيب خلينا أقول لك لما نزرت أنت الدول الأخرى يعني ماذا وجدت موجود غير غير اللي موجود عندكم في اللجانة الأولمبية وجدت أول شيء كل اتحاد رياضي يوجد لدي حقيبة مستلمها شخص متخصص لإعداد مجموعة من الأبطال لدورات وليست دورة بعد أربع سنوات أو بعد ثمانية سنوات حتى بعد اثنى عشر سنة متوسط عمر البطل الأولمبي عادة في أغلب الألعاب هو خمسة وعشرين سنة المتوسط لو نبغى الآن لو نبغى الآن الدورة اللي بتصير بعد اثنى عشر سنة هو عمره اليوم ثلاثة عشر معناته هو المفروض الآن متمرس في اللعبة المفروض له برنامج المفروض له أرقام المفروض هذا الشيء وجدت موجود عندهم هناك وجدت أنهم صنفوا الألعاب الأولمبية اللي يرون أنهم يقدرون يسوون من خلالها اختراق ويصلون للمنصات مصنفة كانت يعني ورأيت أيضا الاستراتيجية استراتيجية معلنة بالتفصيل لدرجة حتى الميزانيات المخصصة لكل شخص معلنة على الووبسايت في لجانهم الأولمبية وبالتالي أنت ترى الخطة اللي بتصير بعد عشر سنوات بعد خمسة عشر سنة وبعد ثمانتعشر سنة في خطط موضوعة وتقيم هذه الخطط كل سنة إلى سنتين يتم إعادة تقييمها وتعديل بس في دول يعني دومينيكا مثلا في دولة نمحة في التسماء سانتلوسي أنت تعرف وين تقع محمد دولة عفونا الصوت ترى مواضح دولة سانتلوسيا تعرف وين تقع عمرك سمعت فيها دولة سانت لوسيا والله ما أدل وين تقع لا والله طيب عندهم ميدالية ذهبية في باريس صحيح صحيح بس ما أدل دومينيكا طبعا أنا زيما قلت غير الدومينيكان ترى مش الدومينيكان المشهور طيب عندهم ميداليات أكيد أنه دومينيكا وسانتلوسيا أكيد ما عندهم سراتيجيات بس أنهم أخذوا الخامات ودوهم جامعات أوروبية والأمريكية واشتغلوا عليهم طيب ما فكرت في هذا الإطار أنه مثلا تودون أن الولد يدرس منها دراسة أهله يوافقون إذا قلتوا بيدرس في أمريكا ولا في أوروبا وفي نفس الوقت تنمون موهبته كل شي كنت تبغون تبنونه في الداخل هو يحتك بعيال الداخل ما يتطور هم ما يتطورون ما حد حيطه بعدين في اللجان المنبيه السعودية طبعا بس خلينا أقول ذا الفكرة لو سمحت لي أنتم تحرصون دائما عن مشاركة في الدورات العربية اللي أصلا العرب المتميزين ما يشاركون فيها يعني العدائين العرب لا قويا ما يشاركون في الدورات العربية الربعين العرب لا قويا ما يشاركون في الدورات العربية السباحين العرب لا قويا ما يشاركون في الدورات العربية يعني اللي عندهم المرقامة أفريقية وآسيوية ما يشاركون أساسا في الدورات العربية فأنتم تجون مبسوطين بعد الدورات العربية عندكم 11 ميدالية خذنا 11 ميدالية في الدورة العربية ترى أنتم شاركين بمنافسين من الدرجة الثانية في دولهم وهذا خادع للجان الأنوبية السعودية المتلاحقة بداية بالتال اللاعب اللي يمحقق رقم أبعد بكثير من الأرقام اللي تحقق في بطولة معينة ما يشارك فيها يشارك في بطولات الأصعب والأهم والأكبر لأن كثير من الألعاب تعتمد على الأرقام فهو البطل يحقق رقم في بطولة أعلى مستوى من البطولات التي تتكلم عنها ولكن له زملاء يشاركون في البطولات اللي انذكرتها سواء العربية والخليجية أو غيرها بالنسبة للدول اللي تقول ما لهم استراتيجيات زي الدومينيكانذا أظنك غلطان هم عندهم استراتيجيات بعض اللاعبين يتم بعض اللاعبين يتم تبنيهم من التضامن الأولمبي هذه هيئة خاصة تابعة أو إحدى اللجانة المقربة للإيو سي اللي هي اللجنة أولوبية الدولية اللي تتبنى بعض الأبطال لبعض الدول اللي عندهم قصور في القصور مادي يعني يتبنونهم ويرسلونهم من دول أخرى صحيح وأحيانا في نفس دولهم يتم الصرف عليهم من التضامن الأولمبي فمسألة أنه ما فيه استراتيجية لا فيه استراتيجية اللاعب الباكستاني اللي فاز في رمية الرمح كثير ناس تكلموا عنه أنه ما عنده استراتيجية لا غير صحيح هذا كان يتدرب وكان مدعوم بشكل كبير لأنه كان موهبة وكانت أرقامها المحلية والقارية كانت أرقام قوية جدا وتأهل الأولمبياد وحقق بطولة ولذلك في بعض الدول ننظر لها نظرة معينة ولكن هذه الدول عندها استراتيجيات الهند حققت تقريبا ستة أو سبع ميداليات ثلاثة منها في الرماية ركزوا على فريق الرماية حققوا ثلاثة ميداليات فيه إجابة صراحة تزيدني ألمان يا سيد محمد والله ترى صوتك مواضح سؤالي لأخير أرى كثيرة تطالب بفصل اللجنة الأولمبية عن وزارة الرياضة السعودية فصل كامل هل أنت مع أو ضد خلال تجربتك لا هو بناء على الميثاق الأولمبي التابع لللجنة الأولمبية الدولية المنظومة الأولمبية دائما تكون مفصولة عن أي منظومة حكومية أو منظومة إعلامية أو منظومة اقتصادية يعني لا يؤثر عليها منهم وتدار من قبل الرياضيين بشكل بحث في استثناءات أن يكون هناك دعم حكومي طالما أن الحكومة تدعم اللجنة الأولمبية بمستهدفاتها وبالاتفاق مع الجمعية العمومية اللجنة الأولمبية فهذا متفق عليه لكن التدخل القسري أو الجمع بين المنصبين توقف الرياضة في البلد حمد والله أنا أشوف عندك أفكار كثيرة أتمنى أنك ترجع تكتبها عن تجربتك في أمانة اللجنة الأولمبية شكرا جزيلا لك محمد المسحل الأمين العام السابق لجان الأولمبية السعودية غير كثير من المناصب التي تولاها وقفة أخيرة ثم نعود نتابع في المرمى قبل التهام الكأس السوبر ماذا يأكل الهلاليون والنصرويون في معسكراتهم حياتكم الله سنغطي مباراة السوبر بين الهلال والنصر في نشراتنا وحصصنا الرياضية على شاشة العربية لكن اليوم نقدم لكم مادة تقديمية تخفف العصاب الهلال والنصر شاكلون قبل المباريات ألقاكم طبعا هذا فندق إنيفيل فندق اللي بيقيم فيه النصر هذا المطعم الخاص المعد اللي وجبتنا دي النصر وجهز المكان والطولة بالقطة العسيري وهو أحد ألوانه وفنون منطقة عسير محمد عبد المغني الشيف الرئيسي وكبير الطبخين هنا في الفندق في تغذية النصر وأيضا استضاف ترهيلة سابقا النصر من أكثر لاعب يطلب بروتين والله إحنا عندنا هنا سادي يوميني الشيف وائل شحاتا مسؤول القسم البارد طبعا أنت أعتقد أنت أهم واحد لا أعتقد للعيبة للرياضيين لأن أنت بتعد العصائر والفواكه والسلطات صحيح؟ أعلمني أن من أكثر لاعب يحب قسمك لهم كلهم بالترتيب يعني لا يوجد أحد يومين من كريستيانو مع تاليسكا مع أسادي يومني هنا أسادي يومني هنا أسادي يومني أسادي يومني كريستيانو وإن إجلسي؟ كريستيانو يوجد ثلاث كرسي ثلاث كرسي هذا المرة في رمضان برضو قامنا هو ثلاث كرسي في طهر غدا عشاء لا يغيروش الشيف الحلويات إن شاء الله هياك الله هياك الله فين كوكوز الشوفان اللي حبوا رونالد دي برونز شوفان معمول بقر العسل دي وغدا كريم دي أكثر لاعب يطلبها كريستيانو كريستيانو ما شاء الله يعني يوم أوكل أربع حبات ما شاء الله تبارك الرحمن دي ما شاء الله دي كوكوز الشوفان بالطحيناء بالشوفان عسن نحل الزبيب يعني مكونات كلها ما شاء الله ما طبعا ما في السكريات ما فيش أي حال طبق من فضل كريستيانو رالد عندهم لزانيا بالدقاق البني لزانيا بالدقاق البني وبونو وبونو سندوتش السلمون بورجر بورجر سلمون فأيش يشربوا لعيب تنصر من القاعد كريستيانو اللي ترمي كريستيانو أمريكا كوفي ملق 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 خاص هالسكا ساديا مانا كابيشينو شيف محمد هذا طبق للسمك اللي قلت لنا اليوم حبو الله مزبوط ده ده سمك همور بورتوغيز ما شاء الله تبارك الله إذن السمك هذا طبق كريستيانو والمكرونة ساديو معين أول ما أختار الهلال أو علمت أنه الهلال هو اللي بيكون عندكم شعوركم وش استعدته لها شي خاص الشعور صراحة شعور كذا شعور مع بعض من الفخر للبسط للتحدي للصعوبات لكل شي مع بعض وشعورة كنت طبق الهلال في السوبر والله شعور كتير حلو وكان فيه تحدي كتير كبير وكان مطلوب مننا كتير إشياء محددة وعلى الوقت المناسب لازم ننزل للأكل الوقت أو النوعية كنا نحدد على الوقت وعلى النوعية أكيدة قهوة تعرف احنا شاب يحبون القهوة من أكثر اللعيبة اللي يأخذون القهوة الكابتشينو وهو اللعبة والقهوة السعودية صراحة معظم اللعيبة عم بيأخذوا يعني عندي نفاس مثلا كلهم بيأخذ إسبرسو عندي كمان نفاس صحيح بيحب الإسبرسو كتير عندك كمان ميلانكوفيتش كمان بيحب الإسبرسو فكلهم بيأخذوا دابل شوت وبيشربوا بعد الغضاء سالم وش دهوتو سالم بيأخذ شاي بعد الأكل بيأخذ شاي تقيل بعد الأكل كيف تعملكم مع حادي الطباع السيد خس مدرب الهلال بملتزم بالوقت كتير ملتزم وكتير شديد وكتير جد بس كتير محترم من نفس الوقت بيوصل بيسلم على الكل بس كتير ملتزم وكتير دعيب من الأكل للوقت لطريقة الجلوس تبع ولكل شي أغرب طلب للاعب أو إداري أو خصص مدرب الهلال أوكي صراحة مش مش في طلبات يعني طلباتهم إجمالة عم بتكون أكتر شي عم بيأخذوا لمن عم بيأخذ كل حدا منهم لمن شات مع درينك طبعه وعم بيكون طلبات المدرب تايما عم بتكون فش عم بيأخذ كل يوم غريلت فش عم بحطلوها مرهتان في يعني للمدرب وإن شاء الله أغرب طلب أغرب طلب طلبوا منك لاعب طلب يعني كده خلطة معي أغرب طلب طلبوا مني نوع سمك تعذبنا تنقدر تنقدر نأمنه بقينا تقريبا شي قبل بأسبوع عم نبرم عليه تلقينا نوعية السمك وقت لمتوشي ممنوع المندق ألاعب فيك اشتركوا في القناة